السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا اول شيء يجب ان تكون لدينا العجينة عجينة ملوانة وعجينة ضيضة كنا سبقوا عمنا العجينة الباردة والمطبوخة سنجعلكم الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف لكي تجدوا طريقة العجينة ننتقلوا لتاني اداة نستعملوها التاني اداة ستكون لدينا اداة لبسط العجينة قد تستعملوا هذا كمهد الاصفل اللي قيتوا في علب عجينة الاطفال ولكن ماهو الشرط قد تستعملوا اي اداة اسطوانية ملساء ستساعدكم في بسط العجينة شوفوا اي اداة اسطوانية ملساء كما قم نرحو نشوفوا ثالث اداة ثالث اداة هي لازم تكون عندنا سكين حادة اداة حادة انقطعوا بها العجينة اما تستعملوا هاد السكين دون متوفر في جميع البيوت الجزائرية يعني الطرف اداة حادة او تستعملوا اي اداة تلقوها عندكم حادة الشرط الوحيد تكون الطرف اداة حادة جدا رابع اداة معنا هما هادو هادو مسامير تثبيت تلقوهم يتبعون عند اللي بيعوا مستلزمات الخياطة نظن انو يبيعوهم ثلاثة خمسة دينار هادو نركبوهم هنا كما تلاحظوا باش نلسقوا فيهم السلسلة لتصل البورتكلي اللي بتاعنا بطائرة بالجسم اللي خدمنا قلنا اما تشروهم انا صراحة ما نشريهمش نخدمهم في البيت لانو هيكون سعر التحم اقل بكثير كثير اكدو عليها على انكم تشروهم ثلاثة بخمسة دينار نخدمهم بهادو هادو مشابك ورق مشابك ورق العربة صغيرة اه يتدير خمسة وعشرين دينار الفين وخمسمية تبعو معي طريقة الصناع التحم ووش نحتاجوا باش نعملوهم نسحق وقتلكم بشبك ورق نحتاجوا هادو هادو لي بنس نحن نحتاجوا من بنس غونت شوفو كيفاش عاملة ندورها تلقاوهم عند اللي بيعوا مستلزمة الخردة لكنكاري نحتاجوا من بنس بلات مسطحة وخيروا لي تكون خشينة من الداخل ماشي لي تكون ملساء هكا باش ما يزلق الكمش السلك يتكونو تخدمو فيه نحتاجوا ايضا من بنس كوبونت تقطع باش نقطعو الزائد اللي ما نحتاجوش نبدأ شوفو طريقتهم سهلة جدا تبعو برك معايا نفتحو المشبك تاعنا نفتحو المشبك تاعنا نقطعو قطعه على حسب يدح بيناه يكون طويل يكون قصير يعني توما تحكمو في طول تحكم وتقطعو نجيبو العبين سغونت ونثبتوها في الطرف المشبك القطعان اللي قطعناها نثبتوها جيدا زيروا عليها بيدكم وندوروا هاكا نكونوا هلا تحصلنا على مسمار تثبيت بكل سهولة تخدموا وحدكم من الاحسنة هاولي قدرته لكم حنا بشيبالكم احسن هاكا تكونوا تحصلتوا عليه بكل سهولة خمس اداة معانا وشنو هي هاة السلسلة اللي اكيد نحتاجوها بش نخدمو اي بورتكلي هي اللي حلسقوها فيها المجسم بتاعنا هادو نقوها عند مستلزمات الخياطة ليس سألوا مين يبيعوها عند مستلزمات الخياطة ما تشروو بالمتر او تشروو هاكا كبيرة سادس اداة والاخيرة في الادوات الاساسية هما هادو ليزانو تاع لي بورتكلي هادو الدوائر لي اكيد هما اساس حمالة المفاتيح التوعنا يسألوني بزاف منكم منين نشروهم منين نشروهم علاش لانو ميلقاوهم مش كان بزاف لما يلقاوهم مش انا او حدا واجهت صعوبة في الاول باش لقيتهم منشروهم اما عند لقيتهم عند في الاول عند مستلزمات الخياطة ولا عند لي ينسخوا المفاتيح لي ديروا الدوبل تاع المفاتح ونصحكم انكم تشرووهم عند لي ديروا الدوبل تاع المفاتح لانو اكيد هتلقاوه عندهم بصفة دائمة والسعر رح يكون اقل من عند لي بيعوهم مستلزمات الخياطة كب من نوع الادوات الاساسية الاساسية الروحوا للثانوية شوفوا الادوات الثانوية احنا احضر عليهم فقط يعني ما همش ضروريين باش تخدموا حمارات المفاتح يعني باش تخدموا حمارات المفاتح تسحقوا غير الاساسيين اللي يوريته لكم في الاول هادو اذا كانوا عندكم اللهم بارك ما كانوش عادي جدا نحتاجوا ديمول تاع طابعتها الحلوة وهادو اللهم باري اسمهم يشكلوا بهم الحلويات تانية عند مستلزمات الحلويات هادونا كانوا عندي في البيت نظر انكم عندكم طوابع يعملوكم لكن ما كوش ملزمين انكم تشروهم تقدوا تصنعوا حمارات المفاتح تحكم تبدو المشروح تحكم بكل بساطة بكل سهولة بلا هاد تكاليف الزيته اذا كان هذا هو موضوعنا لنهار اليوم وصلنا على الاخر الفيديو مش هرا يكون عجبكم واذا عجبكم متنساوش تشتركوا في القناة تفعل وجر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم